اهلا بكم من جديد النهاردة في ساعة السوشيال ميديا اللي بنرحب فيها بكل مشاهدين اللي موجودين معانا على كل السوشيال ميديا على الفيسبوك وعلى التويتر وعلى الانستجرام عندنا فقرتين الفقرة التانية حيكون معانا الدكتور متحد العدل وهنتكلم عن اغنياته في 2019 والاغنية الكبيرة التي شدت بها الفنانة مجدى الرومي حنشوف كواليس تعرض لأول مرة مع مجدى الرومي فخليكوا معانا وتفرجوا على فقرة اظن انها ستكون مميزة جدا لكن خلونا نبتدي بفرحة وفرحة قصة بنت ابتديني نشوفها كتير على مواقع التواصل الاجتماعي ابتدت الحكاية بقصة اختصاب أو اعتداء جنسي فرحة البنت الصغيرة اللي سنها مزدش عن 17 سنة يعني بتعريف القانون هي طفلة فرحة الصعيد وانا هسميها فرحة الصعيد بنت مدينة فرشود بمحافظة انا حكايتها مكادش مجرد حكاية طفلة تعرضت للاختصاب هي صحيح دي قصة صعبة جدا لكن القصة موقفتش هنا الاختصاب ما بيبقاش اختصاب جسدي فقط لكن بيبقى اختصاب نفسي كمان شديد الصعوبة على فتاة شابة صغيرة في سنها لكن الافضع والاكثر رعبا وقالما ان فرحة تقرر انها تواجه ومش كتير يقفوا معيها وفرحة تقرر انها تبلغ ويقبضوا على من تعدوا عليها لكن وهي في المحكمة تفاجأ ان والدها قرر التنازل عن حق بنته في القصاص وقرر يتصالح مع المتهمين حتى بدون علم ومعرفة البنت يمكن عشان الفضيحة وهو من الصعيد ويمكن عشان امور اخرى لكن فرحة فرحت الصعيد الطفلة ذات السبعتاشر سنة وحسميها لسه طفلة لانها بالقانون طفلة ماكملتش تمنتاشر سنة تقف قدام القاضي في المحكمة في الصعيد وتصرخ في وشه وتقوله لأ لأ انا مش هتنازل عن حقي انا تعرضت للاعتداء وشفت اللي ما شافوش حد وانا مش هتنازل عن حقي فرحة النهاردة جات لنا بعد مسافة طويلة جدا من السفر وجات تقول صوتها مش بس جوه المحكمة جات تسمع صوتها لكل حد عايز يتصالح لكل حد عايز يحرمها لكل انسان بيعتبر انه الاعتداء عليها ده عار لازم ندريه وما نتكلمش عليه اذا كنتم قد يعني تناسيتم انتهاج جسدها الضعيف فعلى الاقل لا تحرموها من حقها في القصص اسمحوا لي ان انا اقول لي فرحة اولا انه انا فخورة بيك وفخورة انك وقفة وعايزاكي ترفعي راسك انتي اولا جميلة انا عايز اقول لكم ان انا شفت فرحة بدون نقب وهي فتاة جميلة ومش عايزاكي تعيطي يا ام فرحة ارجوكي يعني ارجوكي ما تعيطيش بنتك يعني وقفة تاخد حقها والقانون هياخد لها حقها فرحة عبد الباصط وكريمة الحفناوي والدتها والمحامين استاذ اسماعيل السلاوي اسماعيل سلاوي والاستاذ رمضان حمدان سكة بقى سكة قد ايه فرحة من نجا من ممكن ما تعيطيش ما تعيطيش ما فيش اي حاجة حصلت من اللي حصلت دي زنبك ما فيش ولا حاجة من اللي حصل ده انت مسؤولة عنه الحاجة الوحيدة اللي انت مسؤولة عنها انك تاخد حقك وان القانون ياخد لك حقك هو ده اللي انت مسؤولة عنه طب حكيلي الحكاية بالراحة كده حكيلي الحكاية شكرا اول حاجة لانك جدمتيني بطلة للسعيد انت بطلة انا مش بطلة انا جيتيني علشان خدي نفط علشان ها قوليلي جيتيني لما كلمناكي قوليلي جيتيني جيتيني علشان حياتك ترجو بتحصل فالسعيد زي كده وممكن ما يكونش فيه حد وصل صوته لغاية هنا او ما اعلنش الفضاء عشان خايفين ان احنا فالسعيد بس انا جيت هنا بش عشان ندفع عن حقه بس لا عشان ندفع عن ميت واحدة زي حصل له هكده واكتر انا جيت هنا بش عشان اي جدام التلفزيون ولا حد يشوفني وتعطف علي ولا حاجة لا انا جيتيني علشان اطالب بحقوق المرأة برافو عشان طب احكيلي 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 حصل لكي احكيلي حصل لكي طب خليني انا اخليكي تهدي شوية ستة كريمة يعني يعني لا لا انا مستطيع يلا انا كنت راح ايجيب الفيزل ستة من البنك راح هو خطفني وشدني في التوكتوك انتي كنت ماشية رايحة للبنك تجيبي الفيزا ايوة لستة لستك اه راح هو جا شدني في التوكتوك راح خبطني بحاجة في القراسه ما شوفتش حاية بعدين ما سحيتش دورونا فالقصاب راح نتاع التوكتوك ياب حابل هو وكتفني وقرد ظهري فين في التوكتوك لا برا اه طلعني كان في القصب طلعني وجاب الحبل وكتفني بتاع التوكتوك ماسكني اليوم وبعدين راح جي تفشني في القصب قلعني هدومة وبعد كده راح اختصبني اه بعد كده اغمحال اي راح اعوى المسعيد انتي اغم عليكي اه جعلني ان انا موت لانا خانقونا اه ف كان واحد بس ولا اكتر من اه كان واثنين تاع التوكتوك والموتها من الاول الكبير راح ويو اه طبعا هو خانقني وانا طبعا ملميه على الارض وقدو من شرك راح ايه انا جعلني مت لم يكنش هتحرك وما كانش فيها انا فاصل راح ايه تحركت كده راح ايه يجو خدوني بعد كده راح ايه خدوني ودوني ببيت لم يكن هناك شخص قمت بصرخ أو خبط لم يكن هناك شخص يساعدنا ركبت فوق كانت فوق مع الرأي كانت ضر رابع فوق كان مع الرأي كانت في بيتة من الدرس فشوحت لها قلب وقعدت أنده عليها ربنا استيب لدعايا وشافتنا رحت دخلت البيت تدعت ستة بس الأسف ستة ما كانتش قادرة استاعدنا رح بعدها خذت بعدها وماشت لأنها عرفتها ناس كبارة جوه 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 فوق ما تستور معها من نفوس ضغمة جدا فمعروفة في البلد فأول ما سمعت سريتهم خافت فهي رح استبتنه وماشت رحت بعدين رح جاء هو جاعت باجا يعني يعمل اتفاقات أن أتهم دي وأعمل دي وأنه بش هما اللي عملوا كده فأنت دلوقتي خليني بس الأول البنت دي أنقذتك أنها قالت لستة وقدرت أنها خلاص روحتي بيتكو أعم لا ما روحتش أنا لسه في البيت هي أول ما سمعت أن دول العيال كذي وأبوهم مين رح اتخذت بعضيها رح اتجيت لأ أنا هجيب لك المساعدة واجيه رح اتخذت بعضيه وماش فتهاش تاني رح هو أجيه هو هو أخوه التاني بعدها رحوا قاعدوا يتفقوا مع حاجات كده مع بعض إنتي كنت سمع كل ده أيوة كانوا قداما لأ ندفوناه هنا ومحدش هيعرف حاجة في مدخل نظام بيرة كده ندفوناه هنا جواه ومحدش كده كده بيجي في البيت دي كده إحنا هنبعوه واللي يقول لأ ده هم حد تاني لأ ده إحنا هنغضوها ونرموها في حتة أو نغضوها ونصفروها وتقول ده إحنا كنت مسافري مما قعدت وقلهم حاضر 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 لغاية مايال اليان رح خوضونه ورمونه في التوكتوك بعد كده رح أنا متاع التوكتوك ربت منه لقيت كفان حاطوه وراه كان هايموتوك اه كفان اوبيا رحت بعدين يجيه رحت هربت من تاعة التوكتوك جاعة تايرة رحت خط عباية من المرة لبسته ورحت يريد عدت من ناحية تانية ناحية الجاسة ورحت عدت لغاية ماوصلت عند بيت ناس جرايبنا راحوا اتصلوا على خالته وبعد كده روحنا المركز عملنا المحضر بعد كده استمرت الجضية عملت المحضر ايه الشجاعة اللي عندك دي عشان كده انا بقولك ان انت بطلة لان عندك الشجاعة انك انت بعد كل اللي حصلك ده واحساسك انا طبعا بتحفز على قصة علاقات الناس دي بناس كبيرة انا معرفش مدى دقتها ولكن مخدرة طبعا حالة اللي فيها فرحة لكن ايه الشجاعة اللي عندك دي كنت لازم اعمل كده ليه يا فرحة عشان عارفة ومتأكدة ان انا مش هاخد حق غرب القانون روح فرحة رحتلك البيت طب ايه دي بقى ايه دي بقى روحتي لامك قلتلها لا لا رحت لهاش انت روحتي على الاسم الاول يعني خرقتي من المصيبة دي على الاسم بهدومك المتقطعة خليتها وديتي ميه اللي وديها خليتها وديتها عشان اما جريت رجلها واجعها انا كنت لت قدرة تحرك رحتلك البيت الاول انت عرفتي ازاي عرفت في المركز جاعدت ثلاثة يام جاعدت ثلاثة يام في المركز جاعدت ثلاثة يام في المركز وهي اللي بتبلغ انه تم الاعتداء عليها وديتها خليتي فتقعد ثلاثة يام في المركز اه اختي خدتي ودتي روحتي المركز بلغتي ابضوا عليهم في نفس اليوم في نفس اليوم هايل لما بيحصلش لا في نفس اليوم بصراحة الحكومة عملت فوق الواجب حلوة اول وبعدين يعني هل انت خلوكي في المركز يمكن عشان يحموها عشان حرجعلكو دلوقتي دلوقتي ابضوا عليهم ابتدت المحكمة القصة ابوكي اللي عايزي تنزل ابوكي اللي عمنا نعرفش عنو والحي لتلاتات عشر سنانا ابوكي اللي عشان ابوكي اللي عمنا نعرفش عنو اي حاجة تلاتات عشر سنانا بش موجود معاني ام تصرف علي انا وقت التعني بعدين بس معايا في الوقت ذي ف... اه... اروحنا الجلسة أول ما روحنا كان الجلسة سرية فرحت ودخلت أنا أستاذ اسمعين أول ما رحت جوا المحامي متاحهم داخل وكله ثقة وبيضحك فأستاذ اسمعين شك طبعا كان من حوالي يوميا كانوا هديين وما فيش أي اتصالات ولا أي تهديدات ولا أي حاجة فأستاذ اسمعين شك قال أكيد في حاجة فرحة لأن هما اللي بعملو دبش طبيعي إن هما عويضهم إن هما يرون عليك وإن هما يهددوك وإن هما يعملوك في التليفون تقولوا إن شاء الله خير أستاذ اسمعين أروح ندخلني راح المحامي بيترافق راح أستاذ اسمعين شد مع القادلة لأنه أثبت وأكد إن أنا مش متنازلة عن حاجة راح أول ما أول ما طلع التوكيل راح القادل قل يشيده وهددنا برضو وأصار وهو أجاله أبو المتهمين إن هو حيجيب أبوي الجلسة الجاي يعني أبوكي اتفق مع المتهمين من وراء ظهرك من غير ما تعرافي وراح بلغ إن هو إن كنت متنازلة في الجلسة والقاضي عمل إيه؟ الأستاذ اسمعين شد نفهم بقى من الأستاذ اسمعين نفهم من الأستاذ اسمعين القاضي هنا عمل إيه؟ لأ هي فرحة قلت إيه فرحة للأول إنتي قلت إيه لما قالولك أبوكي متنازل إنتي قلت إيه؟ قلت مش متنازلة مش متنازلة أيوه مش متنازلة مش متنازلة ومش هتتنازلة أيوه وإحنا معاكي إنتي ما ينفعش تتنازلي هددوكي خوفوكي عرضوا عليكي فلوس إيه؟ كيت كل التفاجات ما كنتش أتكلم معاه عشان ما كانش صح إن أنا أتكلم معاه كيت كل التفاجات مع الأستاذ اسمعين أستاذ اسمعين إنت إيه خدت قضيت فرحة فرحة مش فرحة في الصعيد فرحة فرحة في مصر كلها كلها فرحة أرجل من ناس كتير قوي عندنا في الصعيد عشان كده أنا قلت له أنا مش محامي بتاعي أنا أبوكي وأخوكي وهي قبلتني إحنا جايين من مبارح 14 ساعة صفر ده إيه؟ أنا لقلت إن أنا محامي ولا قلت إن هي موكلة كنا عدين بنندفع في النار في الشارع عشان نيجي نوصل صوتها كل اللي قلته ده حقيقي بل أكتر أنا مش جاي النهار ده عشان أترافع عن فرحة المرافع دي في المحكمة والقانون ده في المحكمة أنا جاي النهار ده عشان أقول لكل المتعاطفين مع فرحة عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي مقصد فرحة بقالها سنة سنة قصة دي بقالها سنة؟ سنة محدش حس بفرحة ما طلبناش مساعدة من حد ما قلناش لحد دي نجنيه ما قلناش لحد والله ده فرحة بتدور على العريس كل الناس دي شكرا ألف شكر ألف شكر شرف فرحة شرف مصر مش شرف الصعيد شرف مصر كلها حضرتك فرحة وهي بتحكي متوترة فرحة تعرضت للاغتصاب من اتنين أشقاء وسائق تكتك اتقتلت اتخنقت اتحفر قبرها وتجاب كفانها وفائت فاخدوها على البيت عرف التهرم فرحة ثلاث جرائم في بعض خط واغتصاب وهات كعرض واحتجاز فرحة تعرض عليها مئتين ألف جنيه الأم الشريفة دي رفضت وقالت لا حضرتك اللي انتو ما تعرفوهوش ان والدة فرحة شغالة فراشة في مدرسة على ميزانية مجلس الأمناء بمية وخمسين جنيه في الشهر رفضت مئتين ألف جنيه قالت لا لا حرب اقتصادية الناس دي بقالها ثنة ثنة حرب اقتصادية اتفصلت من شغلها مدير المدرسة الليها رواحي حل الموضوع دي الأول بيت أنا اتفاجئت أنا بقالي موحميها سنة ما شفتوش غير من أسبوع ممكن ما تعياتيش انت طول ما انت معياتها أنا مش عاربة حتى تركز مع الموحمي عجل أنا مش عايزيك يتعياتي أستأذنك ما تقوليش إن أنا الموحمي أنت صديق أنت أخوها أنت يعني أستأذنك بجد بسبب دفاع عن فرحة أنا مبارح وأنا جاي في الطريق مراتي بتتصل بي بتقولي في ناس بتلعب في باب الشقة الكل مهد لكن برضو مش خايفين برضو مش خايفين ومش هنتنازل جينا يوم الجلسة طبعا كانت التهديدات والإغراءات المالية من فترة شغالة فجأة لقيت كل التليفونات وقفت محدش بتصل بي فيه إيه فرحة فيه حاجة غلط قلت لي اللي أنت شايفه فرحة لها كلمة جميلة قوي بتقولها لي بتقولي أنا تحت أمرة أستاذ رمضان حددك محامي تاني لفرحة إيه قصة تنازل أبوها قصة تنازل أبوها أبوها أولا ليه 13 سنة ما يعرفش حاجة عن فرحة ولا أم فرحة لا فرحة ولا أم فرحة مش متطلقة ولا هو هو رمى يمين لا هو رمى على يمين رمى عليك يمين شفوي لكن بعث لك ورقة لا بس مش بيجينا ولا يسأل فينا 13 سنة لا بيجي لكو ولا بيتفعلوكو فلوس فجأنا بالورقة بالتنازل اللي هو عاملها عنك أولاد إيد منه غير فرحة معايا نادي نادي فرحة وندا فرحة وندا فرحة وندا والأظرف أنه هي بتاخد لا بتاخد فلوس منه بتاخد نفقات 100 جنيه للبنت يعني 200 جنيه ده كتير والله و150 جنيه مرتب لأم فرحة استكترو عليها ومشوها من المدرسة استكترو عليها مشوها من المدرسة عشان خاطر المشكلة بتاعت فرحة شغل تهديدات فهو بالتالي لو تعرض عليه ألف جنيه هيعمل توكيل خاص بالتنازل عن القضية هو تعرض عليه مبلغ وأخذ المبلغ وبالفعل عمل التوكيل توكيل خاص توكيل خاص بالتنازل وبالفعل الأستاذ اسماعيل حضر فرحة بشخصها قدام رئيس محكمة جنيهات نجا حمادي حضر فرحة بشخصها وقال له إن احنا مش متنازلين وأهل مجنع عليها بنفسها ستة أم فرحة لما فرحة جات لك من سنة وعرفت القصة بتاعتها فكرت في إيه قصة دمت طبعا عشان أنا زي أي أي أم عازة تفرح في بيته يام عرسه وتلبسها في السلام وهتلبس فستان الفرح هي زنبها إيه في اللي حصل لها هي زنبها إيه في اللي حصل لها هتلبس فستان الفرح ما تخوي أنت ساعتها لما قالت لك أنا حروح أقدم بلاغ قلت لها روحة ما خفتيش وقلت بقى نسطر عليها وبلاش لا طبعا هم عرضوا عليها في الأول إن يتجوزوا أنا رفعت هم الكلاب دول أردوا عليك أنا الوقت عرض عليها الأول أنا مردتش بس أنا كلاب نفعل الموضوع عشان خطر بص حضرتك أجيب لك الأخير برحة وأهلها جدا لأ جدا لأ جدا الرجل أبوها تعرض علي كامل سمعنا 20 ألف 20 ألف 20 ألف سمعنا 20 ألف يبيع البنت بـ 20 ألف ويبيع حققها بـ 20 ألف جنيه هي مش المشكلة إنه يبيع حققها بـ 20 أو بـ 30 أو بـ 100 ربنا كريم القضية ما فاش دعوة مدنية الحمد لله حدود دولية الأمر إنه يتنازل عن الدعوة المدنية إحنا ممش مطالبين بفلوس أصلا مطالبناش بدعوة مدنية عشان حقق يتنازل عنها أصلا أصلا يبقى وجود التوكيل من عدمه ملهوش أي أساس ملهوش أي أساس نهائيا أنا كل أعزاء علي من أهل بلدي حاجة واحدة بس حاجة واحدة بس والله يا أستاذة أنا اتفاجئت بأن الضحية اتقلبت بقتها الجاني ليه؟ بنت والبنت دايما غلطانة بتخرج ليه؟ بتلبس ليه؟ بتقلع ليه؟ خرجت ليه؟ علت صوتها ضحكت وطت بكت عملك عمرك سمعت عن مجني عليه سيب بلده ويهرب إحنا نعرف إن المتهم يهرب لكن مجني عليه سيب بلده فرح أنتوا سيبتوا البلد؟ أه هدهددوني مشاني قاعدين في بلد من تارداتهم قاعدين عندنا في نجا حمادي قاعدة في حتة في نجا حمادي أنتوا من فرشوت أنا من فرشوت مع التهددات مين هددك؟ هما دول نفسهم هددوك؟ لا هما هما هددوك أبوهم أبوهم هددنا كتير وهم وصلين هما ناس ناس وصلين قرباتهم لوقات ومشتشرين ما تتخيلش كتكين ولوقاتهم مشتشرين وزباط ووكلة نيابة يعني ما ظنش أن إحنا القصة دي لأنه أنت اتقبض على الناس في نفس اليوم يعني اتقبض عليهم في نفس اليوم ودي بلد فيها قانون وانت قلتي في الأول أنه عشان البلد فيها قانون أنت قررت انحقك يا خديب القانون حضرتك إحنا ما نقدرش ننسب عضو فاسد في العيلة كل حتة فيها أنا بقول حاجة واحدة بس أنا بقول حضرتك أنا آسف لو أنا هربي قطف بيتي خربيش الطفل هطلع تذر له لو هربي حيوان في البيت هطلع تذر لما يبقى عندي عضو في العيلة فاسد ليه أهل العيلة دي ما وقفتش جنب الناس دي لغاية دلوقت ده السؤال اللي أنا بسأله أرحا ما خفتيش ما خفتيش يعني أنت تعرضتي لأبشع حاجات للاختصاب للاعتداء ما خفتيش بقى بعد كده لما جمهة ددوكي وتهجرته من البلد وما خفتيش وقلت ياما 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 أنا أصلا ميتي مأساة لكن قوة يا أستاذة وصام شرف والله على هي بكاءها ده مش ضعف بكاءها ده لأن البنت دي أخوة من للك كلنا الفقرة اللي فاتت حضرتك كنت بتتكلمي فيها عن الإرهاب وحضرتك قلت كلمة واحدة جميلة جدا قلت أنا كسيدة بخرج من البيت بالليل وحس بالأمان فرحة كفتة خرجت بالنهار تعرضت الاختصار في ذات الحلقة يا ربا الله احنا رسالتنا اللي جاييني النهاردة نقولها للكل بنقول للكل شكرا على وقفتكم جنب فرحة لكن لغاية ما فرحة ترجع فرشوت تاني زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع مكة هي خرجت من مكة إلى يسرك اللي هي ناجة حمادي وأوها الأنصار لغاية ما ترجع فرحة فرشوت رفع راسها وسط أهلها والكل يقول دي أشرف بنت في فرشوت ما خدتش حقها يعني بعيدا عن هذه التشبيهات أستاذ رمضان أنت متخيلة يا أستاذة واحدة في منتهى البساطة دي اتعرضت لاختصاب لأتل لشراء كفن عشان تتدفن وتموت أنا على فكرة أنا برجح لها أنها موافقة على أنها تسيب البلد وتمشي عشان هي لو ما سابتش البلد وحضرتك اللي قضية دي المحضر يتعامل في 21 8 2018 من 21 8 2018 فمتخيلة لو هي ما زال في البلد أكنتش وصلت هنا فرحة قوليلي بقى حكيلي عنك أنت بتدرسي ايه بتعملي ايه حكيلي حكيلي عنك كنت في سنة آخر سنة في عددك كنت رحة جدا وحصلت المشكلة دي علي صوتك وحصلت المشكلة دي ما قدمتش مفروض كنت في الثانية طيارة بس وعيش حياتي عادي ما مات ومش بطلع صحابك أهلك عيلتك صحابك كلهم في فرشود لما حصل ده ما جولكيش ما تلموش عليكي ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش أو بمعنى صح مش ما ينفعش محدش يقدر تي مشكلة العادات في بلدنا محدش يقدر بالذات في الصعيد بالزبط حاجة كريمة يعني وليلي نفسك في نفس اللي إلا ده اللي يخدوا عدام عشان نار نار ونار بالت يا هدا يبقى أنا كده خط حق وحق بالت بس وانت يا فرحة نفسك في برضه في عدام بس يكون في مدنعه تقولي إيه لأبوكي اللي ما شفتيهوش بقاله 13 سنة ولما ظهر في حياتك ظهر عشان يتنازل هجول ليه هجول إيه الكانزة دي طبعا ما فيش كلامة شارجونه لأنه واصل ما يحبش بيحس هابلتيه في المحكمة لا أماما جاش هو بعت التنازل أيوه مع المحامي بتوكيل بتوكيل مع المحامي أيوه محامي الخاصة وعملهم توكيلات لهم هم برضه إنتي قلت إيه قدام القاضي طول ما بيش متنازلي ما نفعش تنازل عن حي زي كده أنا يجي تينا وواقفة هنا وجاعدة جدت عملك عشان عاوز أحج شرف بس وحقك هتخذي وكون القاضي ما خدش بالتنازل بتاع الأب ده يعني هذا هو القضاء المصري هو ده القانون اللي إحنا متوقعين وهو ده العدل اللي إحنا وثقين فيه إحنا كلنا ثقة في القضاء المصري وما فيش عندنا شك فيه أصلا وزي ما قلت بحضرتك المرافع للمحكمة إحنا جايين هنا نعرض المشكلة إحنا نفسنا المشكلة دي تتحلي من جدرها نفسنا العدادة التقليدية تتغير نفسنا النظرة تتغير نفسنا بجد 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 أنا نفسي بجد أشوف فرحة فرحة مش أنا بس سيد اسماعيل لأن فيه مية مشكلة زي كده في مصر وغير في مصر في الصعيد ما بتحلش ما مينفعش يطلعوا ويتكلموا عشان خايفين نفس الحكاية أنت في أول الكلام قلتلي أنا مش جاية عشاني أنا أيوة وأنا فعلا مش جاية عشان أنا بس لأن بعد الحادثة اللي فيه مية حادثة حصل زي دي أنا عارفة أن أنت مش عارك أي دلوقتي بس دي مشكلة والأفضع فيها قصة التنازل للأب لكن القضاء هو اللي حيجيب لك حق ولكن خليني أقولك أن أنا فخورة بيكي تاني وحس قد إيه أنت بدت جدعة جدعة يعني زي ما بنقول بستين راجل أنت بدت بمية راجل مينفعش بقى مينفعش بألف وألف راجل إن شاء الله ستهم كريمة يعني رفعي راسك كده وخليكي يعني خلصولها ربنا إن شاء الله فرحانة بفرحة وقويها لأنها أكيد بتتعرض لأيام كتيرة جدا بتبقى موجوعة صح العضية وصلت فين يا مرسك؟ 22 واحد إن شاء الله لمناقشة الطبيب الشرعي كانت هي الحجة الوحيدة عشان يهربوا من الحكم كانت حجة وهي منقشة الطبيب الشرعي ثلاثة أطباء شرعيين أجزاء الواقعة اعتراف متهمين العضية لابسة خلصانة متهمين عندنا معترفين؟ معترفين جرطة وواحد معترف نيابة سواء معترف نيابة في النيابة العامة ووكيل النيابة لما شاف فرحة وشاف منظرها طلع بنفسه يعاين مكان الجريمة ليه ملابس فرحة والحبل اللي تكتفت به على فكرة يا فرحة لما راحت الاسم يعني اسم شرطة فرشوت يعني برك الله فيهم باحث فرشوت والبحث الجنائي في حوالي ساعة يا سيد اسمعيل ساعة كانوا الثلاث متهمين داخل الاسم الثلاث متهمين داخل الاسم وده التحرك السريع الحقيقة بالضبط للزبط ولسه ما زال للشرطة ولازم نحيي اسم فرشوت على التحرك السريع والنيابة الحقيقة تحركوا بسرعة وكيل نيابة أنا مش متذكر اسمه لكن بأمانة 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 تحرك سريعا طلع عين بسرعة بمعرفة المتهم أثبت الجريمة أثبت الأدوات خلص القضية احنا ما خلصين القضية من أكثر من سنة أنا زي ما قلت لحضراتك احنا النهاردة جايين ياريت اللي يفكر يتكلم بعد النهاردة عن ست البنات يحفظ لسام لشعات اللي طلعوها عليها عشان يهددوها بالتناظر على القضية يلمي لسانه لما قالوا في علاقات وقالوا في خطوبة وقالوا ده أصل البنت أصل الولد مش عارف إيه يلمي لسانه قد ينا بنتكلم قدام شعب مصر كله فرحة على رغم فقرها مش عايزة من حد حاجة هو مش شعب مصر بس على فكرة يعني هو فيه اتصالات جات لنا من الكويت والإمارات والسعودية إنها هي تتولى بس بتكاليف القضية هم فاكرين إنه إحنا داخلين القضية كشغل كهامش لربح هل شفتوا تقرير الطب الشرعي؟ دبعا وشايفينوا تقرير دامغ أكتر من الـ DNA طرحة يعني الـ DNA أثبت الـ DNA التلات متهمين الـ التلات متهمين حتى في وقعة حدك العرض لأن أنا معي أخين واحد متهم بالاقتصابه التاني بهاتك العرض طبيب الشرعي قال لا ينفع لأن ما كانتش فيه أثار قال لا ينفع في حالة استخدام كذا 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 خلصانا فرحة أنا عايزة شوفك مبتسمة ومش خايفة القانون هيجيب لك حقك الخضاء في مصر محترم جدا ومستقل ونزيه وحيجيب لك حقك وقوتك هجيب لك حقك أنتي هتجيب حقك لأنك ما تنزلتيش ولأنك ما خفتيش ولأنك واجهتي ولأنك قلت لأ عايزة تقولي إيه في آخر الكلام في آخر الحلقة شكرا لك لأنك استطفتني هنا حبيبتي أنت نورتين ستة كريمة أزاجول شكرا لحضرتك ونجيب حق فرحة كلنا هنجيب حق فرحة والقضاء المصري هجيب حق فرحة وأنا مش عايزة شوف دموعكم دي أنا بشكركم طلع فاصل اشتركوا في القناة